السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغير الموظفين وغير المشتغلين مع الأغيار بموجب عقود المتوفرين على ذات الشروط التي جاء بها إعلان المباراة السنة الماضية كما يشترط في المرشحين حسب إعلان المباراة أن يكونوا حاملين للجنس المغربية وأن لا يتجاوز عمرهم ثلاثون سنة عند تاريخ إجراء المباراة وأن يكونوا متمتعين بالحقوق الوطنية والمدنية وأن يكونوا مستوفين لشرط القدر البدنية لمزاولة المهام المسندة إليهم كما يشترط فيهم أن لا تربطهم أي علاقة شغل مع أي مؤسسة للتعليم الخصوصي أو أي مشغل آخر وأن يكونوا حاصلين على الشهادات الوطنية أو ما يعادلها والمؤهلات الجامعية المطلوبة لاجتياز مباراة التوظيف في الإطار والتخصص المطابق كما يشترط في المترشحين أن يكونوا حاصلين على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية أو شهادة تعادلها والمتوفرين على مؤهلات نظرية وأكاديمية مماثلة في المسالك الجامعية للتربية شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية تخصص مهن التدريس المستفيدين من البرنامج الحكومي لتكوين عشرة آلاف إطار تربو في مهن التدريس شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية المستفيدين من البرنامج الحكومي لتأهيل 25 ألف إطار أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو ما يعادلهما وضمن شروط التسجيل في مباراة التعليم بالتعاقد يبرز الإبقاء على شرط عدم تجاوز 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة تجدر الإشارة إلى أن شرط إلغاء تسقيف السن في مباراة التعليم كانت قد عادت من جديد قبيل اقصراب صدور مذكرة مباراة توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دورة 2022